مرحبا و اهلا و سهلا فيكم بقناتي اكلات حسناء السورية وبتشرف فيكم من وين ما كنتوا عبت تابعوني و ان شاء الله بتكونوا بصحة و خير و سعادة يا رب وصفتنا لاليوم وصفة كتير طيبة رح تحبوها كتير كتير هي بسكويت الجوز الهند يعني هو مو محشي جواته الجوز الهند بس من براته كتير طيب و كتير لزيز و خاصة بأيام الشتوية رح تحبوه كتير كتير مع كاسة شاي او فنجان قهوة طعمته كتير طيبة و بدوب بالدم دوبان و متل ما شايفين بفرض فرض متل الغريبة يعني كتير طري و كتير لزيز ان شاء الله رح ينال اعجابكن اذا كنتوا جداد عم تزوروا قناتي باتمنى تشتركوا بالقناة و تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد انا بنزله و هلا يلا نحضر الوصفة سوا هلا اوه شي ضحط زبدة 150 جرام اوه شي ضحط بيضة واحدة و كاسة شاي صغيرة زيت نباتي كاسة سكر بودرة و كاسة 200 ميلي كاسة المي العادية بحط زرب فانيليا و زرب بيكين بودر العيارات كلهم بتلاقوها بسندوق الوصف هلا دا لينون هيك شوي هون عندي ضحين خمس كاسات ضحين من كاسة المي العادية هي 200 ميلي راح احط بالتدريج شوي شوي لحتى احصل على الجينة كويسة و متماسكة راح احصل على الجينة كومي و كامل ضحين من كاسة الميلي احصل على الجينة كامل هلأ ومثل ما شايفين زاد عندي هاي لطحين يعني معلقة كبيرة لحطة كمان اني الخمس كاسات لطحين هلا هي العجينة لازم ما تكون ناشفة كثير ولا تكون طرية كثير لازم تكون شوي طرية متل هلا رح فرجي هاي لازم تكون شوي طرية ازا كانت ناشفة كثير بتصير قاسية يعني البسكويت بصير ماكن لازم يكون شوي طرية مشان يقرش قرش ويصير طعمته كثير طيبة هلا هون عندي اربع معالق سمسم مع علاقة الطعام هلا هو كان ابيض انا حمصته بالطواي لازم تحطوه محمص ما لازم يكون تحطوه ابيض محمص اطيب بطلع هلا دع حطوه هيك هلا السمسم كتير بيعطي طعمة طيبة هاي البسكويت كتير كتير طيب بطلع هلو نكحتها كتير لازميزة هلا هيك نخلطه مع بعض هلا هون عندي كاسة جوز الهند منغلب فيها البسكويت جوز الهند كتير بيعطي طعمة طيبة يعني مع السمسم اللجوات العجينة مع جوز الهند لهم طعمة كتير طيبة هلا طريقة التشكيل كتير سهلة انا ما رح اعملهم بقوالب رح اعملهم بايدي مثل هادا الموديل كتير سهل وحلو انتو شون بتحبو الموديل بتحبوه تعملوها كيفكن هلا رح ابلهم جوز الهند خلفون وهنا هي الصينية حطة فيها ورق الزبدة يفطل تحط ورق الزبدة لاني ازا ما حطيت ورق الزبدة بحترق الجوز الهند يعني بشوت شوي بتأمر اكتر بس ورق الزبدة بتحافز عليه ما تخليه انه يحترق بانه بتأمر بس ما بحترق والله في هادا الموديل ازا بتكن تعملو كمان تعملوها متل الطابة هيك طابات وبعدين تضغطوها شوي هيك شوي متل ما شايفين كمان بتصير هادا الموديل انتو شون بتحبوه متل ما قالت لكم هلا متل ما شايفين انا هدول عملتون هلا راح اكمل كلياتو وارجيكم بعد ما يخلصوا هلا بعد ما خلصتون دحطن بالفرن عدرجة 180 من فوقه من تحت شغالين اثنينة سوا وبالرف النصين بياخد وقت تقريبا 15 دقيقة وكل واحد حسب فرنو وهلا متل ما شايفين بعد ما طالعتهم من الفرن متل ما قلت لكم 15 دقيقة بياخد وقت شايفين لون هيك لازم يكونوا ما لازم يكون مش قرين كتير هيك لون كتير حلو شايفين شون وهي الصينية كلها ياتا الموجودة عندي هن طلعوا واحد ثلاثين قطعة في ثلاث قطعة كمان وهلا بتحسوهن شوي مش قشقين ما بأسر يعني ما بأسر عن طعمتن 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 كتير طيبة شايفين شكلون كتير حلو وعن جد مع كاسة شاي كتير طيبين وخاصة بايام الشتوية كتير راح تحبوهن وحتى لولادكم تقدروا وتحطولون اياهم باللانش بوكس كمان لولاد كتير بحبوهن طعمتن كتير طيبة بتدوب بالدم دوبان مثل ما قلت لكم بفرط وفرط شايفين شلون مثل ما حكيت لكم بأول فيديو مثل لغرايبة يعني جدت هاي الوصفة كتير طيبة راح تحبوهن كتير كتير وتعلقوا لي وتعطوني رأيكم بهاي الوصفة بس تعملوه وهلا ازا عجبتكن هاي الوصفة وحبيتوها ما تنسوني من لايك والشير وتشيروه لأحبابكن اصحابكن عن جد وصفة كتير طيبة واللي داخل عقناتي جديد بتمنى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنازله وسلام ترجمة نانسي قنقر